موسيقى السيدات والسادة مساء الخير في كل عام تنظم مصر أو تستضيف العديد من الفعاليات السينمائية مهرجان القاهرة الدولي للسينما مهرجان الأفلام القصيرة مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية مهرجان الإسكندرية للسينما البحر المتوسط ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية هذا عدى فعاليات السينما الأوروبية وسينما المرأة وغيرها ووسط كل هذا الزخم الاحتفالي الكبير ومع كل مهرجان يعود السؤال أين السينما المصرية؟ أين نحن من التقدم الكبير والإنتاج الغزير والمتنوع الذي يشهده فن السينما في العالم؟ أين انتاجنا السينمائي كما ونوعا الذي يليق بتاريخ السينما المصرية الرائدة في المنطقة وفي العالم؟ في الثمانينيات كانت هناك دور للعرض السينمائي تنتشر بطول مصر وعرضها كان هناك نحو 120 فيلم تعرض في أكثر من 500 دار عرض الآن هناك مدن بالمحافظات مصرية كاملة لا توجد بها دار عرض واحدة اليوم نحن للصديف مخرج كبير ينتمي للجيل الذهبي الذي أسس طيارا جديدا للسينما الواقعية في بلدنا لنسأل هل المهرجانات وحدها تكفي لنهضة السينما؟ أين الأصوات السينمائية الجديدة؟ الكتاب والمخرجين والمنتجين والنجوم الشباب؟ اليوم حديثنا من مصر عن السينما عن شريط التاريخ عن حكايات الناس وذاكرة الحضارة عن الشاشة الكبيرة التي يرى المجتمع فيها نفسه عن السينما المصرية وأحوالها حديثنا اليوم أهلا بكم معي للحديث عن السينما المصرية وعن دورها في صناعة الوعي وكيف تعود لمكانتها في قوة مصر النعمة المخرج الكبير أستاذ مجدي أحمد علي المخرج الكبير مجدي أحمد علي مبدع حملت توقيعه أعمال اجتماعية مهمة دخلت تاريخ السينما المصرية ينتمي لطيار الواقعية الجديدة الذي ضم أسماء كبيرة من الجيل الذهبي في السينما المصرية محمد خان خيري بشارة داود عبد السيد عاطف الطيب علي بدر خان علي عبد الخالق ورضوان الكاشف بعد أن أنهى مجدي أحمد علي دراسته في كلية الصيدلة درس الإخراج في المعهد العالي للسينما ثم بدأ رحلته في عالم الإخراج بالعمل مع المخرج الكبير يوسف شهين في عام 1996 أخرج مجدي أحمد علي أول أفلامه يا دنيا يا غرامي الذي حصد عليه العديد من الجوائز المحلية والدولية ثم توالت الأعمال والمغامرات السينمائية الجريئة لمجدي أحمد علي وأهمها البطل مع الفنان أحمد زكي وأسرار البنات وخلطة فوزية ومولانا وحصلت كلها على جوائز وتغدير الجمهور والنقاط خاض المخرج الكبير تجارب متنوعة في الكتابة والتمثيل فكتب سيناريو فيلم عصافير الجنة وأخرجه أيضا وأدى عددا من الأدوار التمثيلية منها دور الضابط في فيلم حرب الفراولة كما أخرج مسلسلين هما فريسكا ومملكة الجبل حصد أحدث أعماله فيلم حدث في اتنين طلعت حرب جائزة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية وكان هذا الفيلم آخر ظهور للفنان الكبير سمير صبري مخرج الكبير أستاذ مجدي أحمد علي أهلا وسهلا بحضرتك معنا أهلا بك دكتورة دورية أهلا بك فان أهلا بك والحقيقة برضو أنا يعني حقول في البداية معلومة هي بالنسبة لي حتى كانت جديدة إلى حد ما أنت في الأصل دكتور صيدلي وتخرجت من كلية الصيدلة كطبيب كصيدلي صيدلي أيو وتوجهت بعد كده إلى المعهد العالي للسينما وتخرجت من المعهد العالي للسينما يعني كيف جاء هذا الانتقال هو أنا في الوقت ده كنت أنا كبير بتاع العيلة وإحنا عيلة نسحين من الأرياف يعني فأمل العيلة في الشخص الكبير ده أنه هو يدخل طب أو صيدالة أو كده وأنا كنت شاطر يعني في السينوية العامة فكان صعب أن أنا يعني أكثر بقلب والدتي يعني فيعني قلت خلاص ماشي أنا كنت من نفسي الأول أدخل معنا للسينما طبعا أنا كنت بحب السينما من زمان جدا من وانا في إعدادي أو سنوي وإحنا في المانيال كان عندنا حي شديد الصراء كان فيه سينمات صيفي كمان بالتحديد شديد الصراء إحنا عندنا أربع سينمات منهم تلاتة صيفي وواحدة طبعا مع الأسف تهدت أخيرا لإسمها فاتن حمامة كانت الأول إسمها ميراندا ودي كانت صيفي وشتوي يعني كانت السقف بتفتح بالليل فتكتشف قدامك النجوم إنما تتقفل لما تبقى الدنيا بارد أو لو يكون بالنهار فكان ده عرضه مستمر وعندنا تلات سينمات تانيين صيفي دلوقتي ما فيش منهم ولا واحدة طبعا وكان فيه سينما الجزيرة دي كانت في قلب النيل يعني جوه النيل الشاشة بتاعتها جوه النيل فأنت تبقى قاعدة تشوفي وراها المراكب والحاجات دي فتخيلي حد يتربى في الأجواء دي فحبيت السينما جدا وكان نفسي فعلا ندخل بعد السينوائي العامة على طول لكن إرضاءا لوالدتي وأسريتي طبعا دخلت كلية السيدلة وسيدلة برضو لم أتوقف عن حب السينما يعني كنت برضو عمل نادي السينما جوة وعملت فرقة مسرحية وكنا بناخد جواز رغم أن سيدلة ما كانتش متعودة تشترك في المسابقات المسرحية بتاعت الجامعة تكملت بعد التخرج أول ما تخرجت على طول من سيدلة في نفس السينما قدمت في معدد السينما بقى يعني حضرتك دلوقتي بتشير إلى حاجتين الحي عايزة أفعندهم نمنا واحد كيف كان هذا الحي حي المانيل به العديد من السينمات طبعا وجود السينمات وشاشات العرض في الأحياء ده أنا كمان مش بتكلم على المدن وعلى المحافظات طبعا ما أهميته وما يعني عيب عدم وجوده لا ده بقى حديث زوش جون لأن أنا بقالي فترة طويلة جدا رافع شعار فعلا دور العرض يعني إحنا في بلد فيها 110 مليون في حوالي 400-450 دار عرضة أو شاشة عرضة حتى يعني أنا رأيي أن ده عيب قوي عيب قوي يعني بلد زي مصر ليه هذا التاريخ الطويل في السينما وفي الثقافة وفي الريادة ما ينفعش يبقى فيها العدد ده من دور العرض ده حيزة العدد تناقص حاليا هو تناقم أنا بقولك بعد العدد ده كله أنت 110 مليون والعدد بقل وسنمات بتتقفل طبعا بعدين حنوعد نتكلم إزاي إزاي نرجع تاني للزمن ده لكن اللي عايز أقوله أن دور العرض يعني هي البديل أو طبعا كله مش بس دور العرض دور العرض دور المسرح المكتبات قاعة الموسيقى ده يت اللي بتخلق الوعي اللي هو مضاد بشكل آلي للتطرف صحيح إحنا في المانيا المسان كحي كان ده حي مشهور أوه فيه طبعا الوسطى المصرية طبعا كانت اعتياد أسري عند الناس يعني كل أسرة بتاخد نفسها على الأقل مرة في الأسبوع تشوف فيلم يعني أو ثلاث أفلام كانوا في برنامج واحد وساعات تخدش سنمتين السنما كانت ساعتها بستة ساغ ونص يعني بلكون كانت مش عارف بتسع ساعة يعني كانت حاجة طبعا أنا ما بقولش ده يرجع تاني دلوقتي بس على الأقل يرجع في حدود معقولة بحيث أن المزانية تبقى معقولة وترجع تاني تبقى دي عادة يعني أسرية شبه يومية لما نرجع ده هترجع بقى الثقافة تاني احنا دلوقتي عدريك يا دكتورة دورية بتشوفي الناس بتتفرج على حفلاتهم مكلسوم الواحد بيزعل شكل الناس اللي بتتفرج على مكلسوم ومزاجهم وحتى ثقافتهم المكلسوم كانت بتغني حاجات تقيلة جدا قصائد قصائد تقيلة جدا ومفهومة يعني شعب كان الناس بترددها طبعا شعب كان داخل في الثقافة والحكاية دي جزء من وجدانه ومن ضميره فمش ممكن أن تعش التطرف والتخلف في مجتمع بالشكل ده فعشان كده بقول إن السينما شيء مهم وجوهري السينما طبعا بنتكلم بقى طبعا كل حاجة بس يا السينما بيعتبرها أحدث وسيلة للتواصل صحيح مع الناس وباعتبرها وسيلة سهلة وباعتبرنا في مصر نملكها بالكامل طب أنا هعود تاني لفكرة يعني موضوع السينما وتور العرض لكن برضو يعني لفت نظري في البداية حضرتك تت دايما تذكر والدتك في هذا الموضوع هل لها تأثير في اختيارك في أفلامك لموضوعات الكثير منها نسائية طبعا يعني موضوع أنا عندي موضوعين أنا ما عمليش أفلام غير عن موضوعين المرأة والتطرف الديني ومنتبه له من بادري على فكرة يعني أنا أول أفلام يا دنيا غرامي كان بتكلم على ده من 95 أو يمكن قبل كده كمان لي فيلم برضو اللي تخرجت به بتكلم عن نفس الموضوع فطبعا المرأة المصرية أنا شفتها بقى في الريف أنا والديتي طبعا يعني أبويا متو احنا صغيرين وولديتي تولت تنشئتنا كلنا احنا كنا أربعة نزحت بنا القائرة عشان تربينا كويس ويعني يعني نزرت نفسها لنا يعني فالحمد الله تربينا كويس وبشكل محترم ودميقراطي وكده وانا كنت بشوف في الريف ساعتها كان دي الفترة يعني اللي احنا نشأنا فيها أو كبرنا شوية كان الفترة بتاعت الهجرة الخليج فكان الريف المصري تقريبا يخلو من الرجال تقريبا يعني عارفة لو فاكرة في المعرق البلح لما يعني فكرة الهجرة دي كانت أنا كنت بشوف بقى الست المصرية بتشغل في الغيط بتشغل سوريا يعني في الزريبة يعني كيف تقوم يعني بمهمتها كأم وكعملة أم وعاملة ورب مصر يعني واترب العيال وتعلمهم متوديهم المدرسة والتاع ولا ولا فيها جنبها أي سند ودون أي دعاية بقى ولا برامج تليفزيون ولا أي حاجة الست المصرية قامت بدور عظيم في مصر كلها في الفترة دي يعني كان الرجل طبعا معظور لأنه كان بيجيب فلوس لكن الست هي اللي بتنشئ فأنا تأثري بحكاية دور المرأة دي طبعا مش بس قصة أمي قصة أمي والفلاحين اللي حوالي والناس واللي شفتهم كتير فبقيت حاسس أنه إلى الآن المرأة ما أخذتش حقها في التعبير عنها وعن دورها وعن وجودها في المجتمع يعني وجودها مثلا المرأة على شاشة السينما كيف ترى الآن يعني بدأت حسن طبعا لكن اللي عايز أقوله أننا إلى الآن برضو إحنا المرأة الغاية دلوقتي معمولة يعني إيه يعني كأنها الجزء المكمل يعني أنا مثلا الغاية دلوقتي فيه أداب لمنا نتخلص منها بعد أداب أنا مثلا أخذت على أعاتقي أبدا أنه ما فيش امرأة تضرب في أفلام حتى لو الدراما تفرد يعني شوف الدرجة إيه لأنه بقى فيه كان فيه ناس تعودت أنت تلاقيه ما فيش فيلم مصري ما فيهش ست بتضرب ألم أو يعني حتى بطريق أعنف فده بشكل لا إرادي بيعمل نوع من أنواع العنف اللي هو عنف عنصري يعني معتمد فقط على أكونها امرأة فده دي نمرت واحد الست بقى العاملة كانت لما يتعمل فيلم زي امرأة مدير عام يبقى غريب شوية دلوقتي الناس بتتكلم على أنه أكتر من نص الأسر المصرية بتعولها نساء امرأة فحتى فكرة التساوي الكامل بين الرجل والمرأة فكرة غير وردة ومختلطة بأفكار يعني مفهومات غلط في الدين عن دور المرأة وعن وجودها وعن حقوقها يعني دي دي كلها احنا علينا بفترة طويلة وعبر تراكم طويل نغير الفكرة دي هي مش هتغير بين يوم وليلة لكن محتاجين وقت عشان نغيرها عشان فعلا نستعيد اكتر من نص المجتمع للحياة العاملة وواحد يعني من وسائلها المهمة جدا جدا زي ما حضرتك بتقول الفن الفنون يعني اساسا الفنون اساسا يعني بينه وبينك اساسا عندناش وسيلة تانية طبعا الادب دلوقتي في مشكلة كبيرة في القراية الناس وسائل التواصل الاجتماعي خدتها من فكرة الكتاب ولو انه يعني ممكن جدا نرجع له تاني لانه الكتاب هو الرفيق اللي تقدري في اي لحظة تحطيه وترجعيه وتعيد الصفحة وتعودي غير التواصل يعني تفتكر الجيل الجديد ممكن يعني يواجه بالله ممكن انا مش شايف لانه كمان كان اقاله ان التلفزيون هيقضى على السيناء وما حصلش وسائل التواصل هتقضي على الكتاب ما حصلش الكتاب يظل هو الوسيلة للتسقيف الديموقراطية انت اللي بتختريه شوال اللي مفروض عليك وبعدين انت اللي بتحددي تقري ايه وما تقريش ايه وتفوت ايه وما تفوتش ايه وانت تعودي اليه يعني بمعنى هو مرجع اساسي انا شايف لغاية الوقت ان الكتاب مهم جدا طبعا الكتاب معنى الادب معنى العلم معنى المقال معنى الشعر طب يعني كيف نعيد الجيل الجزيد الجيل الشاب الى هذه الوسائل والله احنا انت دورك برضو كاعلاميين يعني الاعلام يعني انا محترم جدا برنامج ازاي برنامجكو لانه هو بيدعو لده يعني الدعوة اولا نوفر وقت ونقلل من فكرة الضغط على وسائل التواصل الولد اللي ماسك نوفر وقت ونغير شكل التواصل مع الولاد مع الاجيال دي يعني بمعنى ان احنا احنا نحدس نفسنا نحدس خطابنا نحسسه بمزيد الحرية في التفكير فده حيخليه ينطلق ويحب يقرأ ونعمل انا يعني ده اول برنامج اشوفه بيعتمد على انه بتكلم على احاديث الناس وعلى وعلى استطلافات حتى المثقفين وكده احنا المثقف عندنا مجهول يعني مع كل احترامنا نجوم نجوم المهرجانات مشهورين اكتر بكتير جدا من كل المثقفين والادباء عندنا كتير جدا شعراء مهمين جدا في مصر فعايز اقول ان هي رحلة طويلة من اعادة الناس مرة تانية الى اهمية دور الثقافة اللي هي الاراية والادب والسينما والمصرح والموسيقى ده كله كل الفنون اه طبعا يعني برضو حضرتك دايما بتشير في احاديثك الى فكرة انه العلاقة حاليا ما بين السينما والدولة ولك اعتراض على انه يعني لما رفعت الدولة ايدها عن السينما كانت هناك خسارة يعني طبعا بصي انا مش عايز الدولة ترجع تاني تنتج عشان برضو الفكرة دي يعني تجاوزها الزمن طبعا يظل يعني حتى في فرنسا اعتدت دولار اسمالية الدولة بتتدخل في السينما وفيه انواع من الافلام او الاعمال لابد من الدولة يعني معنا انه لغاية ما القطاع الخاص ينتبه الى خطورتها واهميتها يعني انت مثلا افلام عن الاطفال مش هتعملها القطاع الخاص افلام عن التاريخ طبعا انها مكلفة وساعات بتبقى مربكة شوية فمحدش كتير هيتصدى للموضوع التاريخي افلام عن كبار السن كبار السن النجوم عندنا هم الولاد بتوال التلاتينات والكتير الاربعينات انما مفيش حد بيعمل مواضيع لكبار السن اللي هم يشكلوا نسبة كبيرة من المجتمع وتراث طويل من الزكريات والتأثير يعني حدش برضو بتكلم عن ده ففي مواضيع كتيرة الدولة ممكن تتولى على القال اللي دعمها لكن الاهم بقى ان الدولة تاخد بالها من الصناعة صناعة السنما انا هتكلم عن بالصفة اكتر حاجة عرف انا طبعا في غير يقدر يتكلم على صناعة الكتاب اللي هو اللي هو دلوقتي الواحد بيطلع كتاب تاني يوم حدي بيصوره والنشر بيتخير بيته فما بنشرلوش تاني يعني هذا موضوع تاني بتاع حقوق الملكية الفكرية والقرصنة هذا موضوع يقدر يتعلق بالسينما وضرورة دعمها من قبل السينما صناعة اساسا صناعة طبعا فن وكل حاجة لكن اساسا صناعة احنا نمتلك هذه الصناعة وبعدين صناعة تصدرية 100% احنا بنصدرها 100% وسوقها مضمون عندك 200 أو 250 مليون عربي بيشتاقل اي فيلم مصري طبعا بلوقتي بدأنا نفقد عشان برضو ما نتطمنش اول الفكرة دي فمعنى كده انك انت يعني بدل ما تدعم اي صناعة ايا كان تسميتها ادعم السينما يعني فنلاقي دلوقتي السينما يا دكتورة دورية عليها ضرائب عالية جدا معدات معدات السينما اللي ما بتيجي والإضاءة والحاجات دي والتشغيل عالية جدا بنلاقي احنا عشان نصور فيلم يطلع لنا ناس بيقولك تصريح تدفع 100 ألف جنيه في الساعة عشان تصور في مطار القاهرة القصار تدفع مبالغ رهيبة عشان تروح تصور فيها فالناس بتروح تاخد الأسار وتنقلها المغرب أي وعشان يصوروا في المغرب عندنا وبريقراطية فظيعة جدا على ما تخدم وفقة على أي فيلم سواء التصوير الناس جاية تصور في مصر أو لي كنتي بريقراطية طبعا أنا مش هتكلم دلوقتي عن الرقابة وأن المواضيع بتضيق كل ما من الرقابة يبقى عندها حساسية شديدة للمواضيع طب كان فيه لجنة تم يعني أنعقادها قريب في في مدينة الإنتاج الإعلامي خاصة بالتصوير مثلا في الشوارع أعتقد أن هي أخذ أعتقد يعني وطبعا ما عرفتش بالتفصيل أن فيه بقى موضوع الشباك الواحد دات عمل في مدينة الإنتاج الإعلامي ولو أنا مش فاهل ليه في مدينة الإنتاج الإعلامي يعني نحن كم منهم مقترحين يبقى في المركز القومي للسينما بيعتبرها جهة واحدة وفاهمة الشغلة أكثر يعني هل بدأ يعمل هل لهو أنا أعتقد أنه بدأ يعمل لكن هي دايما الجحيم في التفاصيل أنه لابد للعالم كله يعرف أن في مصر دلوقتي أنت تقدر تطيق تقدم سيناريو وتوافق عليه بلا حساسيات رقبية كبرى وأنه يقول لك خش صور ده المغرب بتدي فلوس مش بتاخد منهم فلوس ده بتديله كمان قيمة مضافة هو أكتر من مكان يعني الأوردن بدأت السعودية بدأت أنت 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 حتأخذ ناس حتشتغل وأفلام حتتصدر وصمعة وسياحة وكل ده أنت تدفع له فلوس مش تستنى لما تاخد منه فلوس وتعذبه في الدخول غير أنه فن وغير أنه ريادة وغير أنك عندك سوء غير أنه صناعة أنت ممكن تكسب يعني لما بنقول ده كمان بقى تقليد أنه نقول أن دي كانت تاني صناعة في مصر بعد القطن ومادة تصدرية وكانت دخل عملة صعبة لمصر وما زال ممكن يعني كان دخل السينما هو تاني دخل لمصر بعد القطن وكان عندنا نجوم هما نجوم دلوقتي النجومنا قل قيمتهم في العالم العربي للأسف يعني إنما أنت النجمة عندك ده عملة صعبة لأنه بيطلع بيجيب لك الفلوس من غير أي تكلفة وفيلمك للتصدير بالكامل يعني فيلمك ده منتج أنت بتعمليه هنا وتصدريه بالكامل بمئة في المئة فلابد يبقى فيه إعفاءات ضربية كاملة في رأيي لابد أن أنا يعني عندي طموح فظيع جدا أنه 300 أو 400 دار عرض اللي عندنا دول يبقوا 3000 ويبقوا 30 ألف إحنا ده نستهله يعني الحقيقة برضو أنا أعتقد أنه المسألة حاليا بقت أقل من 300 دار عرض بيكرسي وأقل من 200 يعني عايز أقول أنه مع كل احترام مثلا التجربة بتاعة الأمير محمد بن سلمان في السعودية قال هعمل 300 دار عرض في سنة وعملهم الصين قالت هنعمل 5000 دار عرض سيادة في سنة الناس دي مش مش جهلة طب لو أحد مثلا قال لحضرتك طب يعني نتوقف عند هذه النقطة ونقول أنه المنصات يعني الموجودة حاليا عبر التلفزيون ممكن تستوعب جمهور السينيما وبالتالي لا داعي لعدد كبير من دور العرض أقول لك الرد على ده أولا المنصات مش عنده كل الناس وخاصة عند مجمل الجمهور اللي في الريف مش عنده كل الناس ثانيا المنصة تلفزيون ومش كل الناس عندها 90 بوصة والحاجات الناس كلها عندها تلفزيونات صغيرة مش هي نفس المشاهدة أيوه ثالثا وده الأهم بقى أن المنصة هي اللي بتوجهلك الموضوع يعني هي اللي فرضة أنت أنت يعني أنت ضيف عنده بينما أن أنت بتبقى أنت وأنت رايح السينما أنت فيه قرار خدته فيه اختيار فيه ديمقراطية فعلا أنت اخترت فيلم وروحت له والتركيز اللي بتشوف به العمل في قاعة مظلمة والقاعة الوحيد المكان الوحيد المنور هو السينما بتطلع بتأثير لا علاقة بتأثير التلفزيون اللي ممكن يجي لك تلفون تقوم تروح مش عارف إيه ملوش علاقة يعني دي حاجة ودي حاجة السعودية لما بدلوقتي اكتشفت أن هي حتى تأخرت على موضوع السينما فبدأت عملت صورة كاملة أهم حاجة قاله نعمل دور عرض السينمائي إحنا عندنا أولا دور عرض تقفلت نتيجة طبعا ظروف اللي أنا حكيت عنها دي ثانيا عندنا يعني الدولة دلوقتي بتعمل مشروع عظيم اللي هو حياة كريمة أنا قلت ساعتها وكتبت ده أنه بنفس أهمية المستشفى والصرف الصحي والمدرسة والمعهد التعليمي لا بد أن يكون هناك سينما مركز ثقافي صغير جدا مركز ثقافي صغير جدا المسرح ممكن يبقى سينما والسينما تبقى مصرح ويبقى قاعة موسيقى وقاعة مكتبة وأكتر من حاجة في كل قرية تخيلي أن هذا الجو في قرية أنا في مرة عملت حاجة غريبة جدا كان فرح بنت عمي فجاي في دماغي أن أنا أعمل العرض سينمائي خدت كاميرا قالت عرض 16 ميلي وخدت معي الراجل بتاع العرض وأخذنا فيلم أعتقد كان فيلم العادة الإمام وفيلم تاني اللي عب حليم حافظ فيلم ألوان وفيلم أبي دوز وعملت العرض في الشارع لغاية هذه اللحظة الكلام ده من حوالي أكتر من 20 سنة لغاية هذه اللحظة القرية لا تنسى هذا اليوم فاكرين فاكرين وقفوا في الشارع وعملوا مستوات للفرجة وكان يعني طريقة مشاهدة دكتورة دوري أنا عمري منساها عارفة الأمريكان عندهم طريقة مش عندنا التفاعل مع الفيلم وكلام مع الناس وتسئيف يعني حالة من التفاعل حالة من البهجة كمان والبهجة مش ممكن وفرح فده مش ممكن يتعامل مع التلفزيون التلفزيون حالة يعني ذاتية قوي ومقصودة قوي وبتدخل فيها ناس كتير إنما الفيلم أنت بتعمل عمل يونت على بعضه ووحدة متوجهة فده مش دفاع عن السينما لكن دفاع عن كل أنواع الثقافة اللي هي اختيارية اللي بتخلق حالة في جوة الوطن بتخلي الدنيا كلها تختلف يعني حتى دخول السينما بالنسبة للجمهور العام هي حالة برضو طبع مصر مليانة أماكن نقدر ناخدها نعمل فيها سينما القاهرة يا دكتورة في محافظات كاملة فاش درها دوعة محافظات كاملة أنا المنصورة كان فيها كتير ما عادش فيها غير سينما لم يعود بها المحلة ما فيش ولا سينما المينيا المينيا أنت الصعيدة كنت تتفاجئ بمستوى الوعي اللي موجود في الصعيد الولاد كانوا بيقولولك كنا منروح وناخد أسرتنا ونروح نتفرج على سينما يعني وانحن نصنع سينما الآن لابد من إعادة بناء دور العرض سينما طبعا هي الدائرة دائرة إيه إنتاج وتوزيع ودور عرض فالإنتاج والتوزيع الدولة صعب تدخل فيها إنما تقدر تدخل في دور العرض بتقديم تسهلات بإعفاءات دربية بتشجيع الصناعة دي لو إنه لأن في ناس يقولك طبعا عندنا حتى الدور العرض اللي موجودة دي مش مليانة أصلا لأن الصناعة لازم أن تخترق من جانب يعني لو إنك عندك 3000 در عرض مثلا الفيلم عندنا اللي بينجح بتعرض في 30 در عرض يقولك ده مكسر الدنيا تخيال الفيلم ده لو بتعرض في 300 در عرض أول عرض فأنت بتعمله 300 أسبوع في أسبوع فمعنى كده إيه إن أولا المنتج هيكسب الفيلم ميزانيته هتكبر لأنه مدام بيكسب حيقدر يعمل أكتر ويكبر ميزانية وعدد الأفلام هيتزايد فعدد الأفلام هيتزايد فهتخترق والاهتمام بالفن السينمائي لأنه طبعا يعني الشعب نفسه في أي دولة في الدنيا لابد أن يكون عنده توجهات فنية وإن في ناس متخصصة في فن السينما الآخرين في المسرح وفي غيره يعني بالضبط هنرجع بقى للريادة بمعناها القوي أنت هتبقى عندك أفلام بتتعمل بميزانات كبرى بنجوم بتشتغل بشكل دائم بأجيال جديدة من النجوم بتطلع بميزانية مختلفة إحنا بنعمل الفيلم أنا مش عايز يقولك أنا آخر فيلم عامله بكام يعني بهزار يعني أرقام هزار بره أول ما تعمل الحكاية دي أرقام الميزانات هترتفع مستوى الإنتاج هترتفع إحنا كنا زمان بنعمل تسعين فيلم بنعتبره عدد فضيع دلوقتي بنعمل شكرا من 15 فيلم فهنا زين نرجع لـ 200 و 300 فيلم أما نلاقي جنبنا بلد زي نرجيريا بقى حاجة بقت اسمها بوليون نرجيريا بقت نمرة واحد في أفريقيا حاليا بتعمل 2000 فيلم في السنة كوريا الجنوبية آه فإحنا يعني ما بنقول كلام دي عايب يا جماعة لا أنا عايز أقولك أنا كنت في المغرب لسه جاي من المغرب من فترة عاملين مشروع لدعم السينما دعم السينما الشباب وبيدوا دعم تقريبا لكل سنة دلوقتي وصل لـ 35 أو 40 فيلم أفلام طبعا منها كتير متميز عاملين موضوع حق الأداء العلني ده كمان عايز يعني عايز فقرة لوحده متكلم فيه لأنه أنا مرة سمعت سيد الرئيس بتكلم على دعم الفنانين وطبعا ده كان شيء عظيم من سياته نفكر في الفكرة دي لكن ساعتا أنا قلت دعم الفنانين ممكن جدا يحصل بموضوع الأداء العلني إحنا عندنا الأداء العلني لا يعطى إلا عبر جمعية فرنسية وبيعطى فقط للملحن والمؤلف إحنا لو لو إن عملنا للسيناريست وللمخرج ولمؤنس الديكور وده حقهم وموجود في المغرب على فكرة مش في بلاد ده موضوع ده معناه أنه ممكن يعيش طول عمره على الكم فيلم اللي عملهم لأنه كل ما يتزاع الفيلم أنت بتاخد حق أداء عالم فيبقى حتى شلنا من عالد دولة أهم ونقس الجمعية دي تبقى جمعية مصرية بدلا ما تبقى جمعية بارسية كل شوية نحايا المعامين عشان يجمعون لهم فلوسنا وحقوقنا فاللي عايز أقوله أن الحلول سهلة وما فيهاش حمل كبير على الدولة الصناعة دي لما الدولة تعفيها وتساعدها وتشجعها هي نفسها حتجيب عملة صعبة أكتر بكتير جدا من حجم الإعفاءات اللي ممكن تاخدها فده بشكل أهم لا والنتج عنها ليس مديا فقط ولكن أيضا أهم حاجة يعني لا بس أنا بقول عشان الدولة ما تترددش يعني أن احنا يعني ظروفنا وبالضغوط لا أنا بقول أن دي مديا مهمة يعني حجيب لأن دي صناعة تصديرية مية في المية للحوار باقية فاصل قصير نعود بعده لنواصل حادثنا حول الثانية من مصرية وأحوالها مع المخرج الكبير مجدي أحمد علي اشتركوا في القناة 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 المخرج الكبير أستاذ مجدي أحمد علي السينما حاليا ليه بطلنا ننتج أفلام تاريخية؟ دولة لما مثلا تقول أنا هدعم الفيلم التاريخي هتلاقي مية واحد يشتغل في فيلم التاريخي أنا هدفع نص من زينية الفيلم التاريخي لأنه مهم الاستثمار في الثقافة وفي الفن استثمار مغري يا جماعة ما هواش قصدي مصمر ما هواش يعني مش انفين مش مرمي في البحر ده بيجيب نتيجة مهمة جدا يعني انت لوقتي كل من من الزينق في اي حاجة نجيب النص لصلاحة دي اللي هو يعني فلس الست اللي اسمها أسيا اللي أنت جيته يعني إنما عايز أقول إنه النوع ده من الأفلام الأفلام الغنائية نفس الحكاية أنت عايزة بلوقتي اتطورت أو شكل فيلم الغنائي فعايز دعم فظيع جدا أفلام الأطفال ده ما فيش فيه نجم كبير مين الأطفال مين لا هيروحوا وبعدين زي ما انت شفتي وإحنا تكلمنا الأسرة مقتش بتروح يعني الأسرة تخجل حتى نتروح السينما بقى جمهور السينما نفسه اختلف بقى جمهور عبارة عن العمالة الزائدة أو الولاد اللي راحين مع أهليهم في المول وسينمات المولات غالية مش ممكن يعني يعني لا تحتملها أي أسرة يعني فكرة المول نفسها أنت دخل المول ومعاكي ناس فأنت بتشتري بطاطس وبتاع يعني جزء من المحلات بالزبط أو تسيب الولاد بدل ما يعودوا يلفوا معاك تدخليهم السينما والتخديق يعني بمعنى ما بقاش فيه ده اللي هو جو بتاع الحي ده اللي هو جو التوجه للسينما كالسينما ده مش هيتخلق غير بقولك الدايرة لازم كلها تبقى مكتب بصناعة كاملة صناعة فيها الاهتمام بكل العناصر فيها فكرة الدعم للأفلام المختلفة لأنه ساعات حتى فيلم يبقى تجريبي عليك تدعمه فيلم الأطفال فيلم غنائي فيلم تاريخي فيه أنواع من الأفلام المهمة اللي لازم الدولة توقف جنبها بشكل من أشكال الدعم وده يبقى مقام يعني حضرتك مع توجه أن الدولة لابد أن تساند فن السينما بالضبط والإنتاج السينمائي لأنه طبعا فيه أقوال مغيرة بدايما تتكلم على نرجو إبعاد الدولة عن لا أهيما أنا بقولش تنتج أنا بقول تدعم 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 لأنه الإنتاج فعلا هي التجربة من جهتش قوي وإن كان تجربة القطاع العام تجربة عظيمة ما عادش يقدر يقول إنها تجربة فشة وفي جزء منها عظيم وفي جزء منها الحياة يحتاج إلى قاعدة رؤية طبعا طبعا كان بيعمل حاجة اسمها أفلام حرف به عشان يشغل الناس بتاعة الأفلام البسيطة والرخيصة لكن اللي عايز أقوله إنه دلوقتي حتى مع الترند الجديد ومع تفرغ الدولة المشاريع أكبر فالدعم هو المهم يعني أنا بقولك مثلا تجربة المغربية تجربة رائدية لأنهم عندهم مركز بيدرس الأعمال المقدمة وبيشترطوا أن يبقى فيه شركة إنتاج تخش تخش معهم يعني وبيدعموها بنسبة توصل إلى 50% وبياخد الأفلام دي تتعارض في كل المهرجانات وبتجيب دعاية للمغرب عظيمة جدا وبتجيب رأس مال لأن إحنا كمان هم عندهم إحنا عندنا ميزة مش عندهم إحنا بضعاتنا تصدرية هم بضعاتهم إلى الآن مش تصدرية يعني محلية بتتعارض بس في المغرب يعني فإحنا بضعاتنا تصدرية ومطلوبة إلى الآن برضو ما نستمينش لفكرة أنها هتفضل بضعات السردية لأن أنا مثلا أنا نروح تقولك حاجة محزينة شوية أنا كنت روح الجزائر أو المغرب أو تونس أو لائك كل الأماكن فيها أفلام سيديهات لأفلام مصرية فيها سيديهات لمغنيين مصريين فيها كتب لأدباء مصريين أنا آخر مرة لقيت أن الحكاية دي تنقصت جدا وانزعكت جدا لأن ده معناه أن تأثيرك في العالم اللي هو في الآخر بيجي منه التأثير السياسي والتأثير الاقتصادي والانتعاش الاقتصادي كله بيتراجع وبعدين فيه أجيال جديدة هتبقى موجودة هناك ممكن تنسى تماما طبعا تنسى تماما فيه ناس أنا عايز أقول حتى في الخليج يعني السينما الأمريكية طبعا هي سينما قوية بس احتلت احتلت الخليج بعد ما كان الخليج ده يعني الفيلم المصري وما ييجي الدنيا تبقى حفلة يعني فعايز أقول إن استعادت هذه الأشياء ما هواش بس استعادة لروح مصر وضميرها وقويتها النعمة لكن اقتصادين هو مهم إنما قصر النظر بيخلي الناس تبص على إنها يعني إحنا فاضيين عشان نهتم بالسينما تم نهتم برغيف الأشياء مش صحيح إن ده أقل أهمية من دعالي نهتم بالتنين أفضل نهتم بالتنين مش صحيح إن ده أقل أهمية إنما وأنا بقولك اللي بيحصل في القرى المصرية الآن صور عظيم اللي بيحصل في حياة كريمة شيء عظيم وأنا مش عايز أبداً الفرصة دي تفوت بأنه يعني لابد أن نضيف له طبعاً دور العرض وسهلة أسهل حاجة أسهل حاجة أنك تعمل مجمع ثقافي وعلى فكرة مش تازم الدولة اللي تديره يعني أنا اقترحت إن احنا عندنا دلوقت تجربة منظمات المجتمع المدني منظمات المجتمع المدني مش لازم تبقى مقتننة بالسياسة كمان يعني إحنا كان عندنا جمعية الفيلم حضرتك عارفة جو وجمعية أنادي السينما القاهرة وكان في مركز ثقافة سينماية 36 ألف شلع شريف لو فكرة ده كان فيه سبع جمعيات بيشتغلوا ونعرض أفلام ففيه ممكن تتشاق جمعيات للمصر جمعيات للسينما جمعيات للموسيقى ودي الجمعيات دي هي اللي تدير هذه المراكس هي اللي تديرها فكرة جميلة آه وكل جمعيات تاخد يوم تدور المراكس يبقى فيه إشراف عام من وزارة الثقافة أو وتفر لكن اللي بيدير المركز بشكل نظام مش الحكومة عشان ما يبصش تاني ما يخشش في البيروقراطية تاني منظمات المجتمع فأنت أشركت الشعب فيه نقضته وبعدتي تماما عن فكرة التطرف والناتج فعلا عند الشباب وعند الصغار والكبار هيبقى مختلف تماما هيبقى مختلف تخالي شكل القرية هيختلف تماما وهي فيها مكان الناس تقدر تروح تفرج فيها على سينما أنا في مرة زمان كنت في الخليج كنت أظن في دبي ودخلت مرة سينما هندية كان غريبة جدا يعني لديت الناس قاعدة على الأرض فسألت ساعتها كان صديق ليه اسمه أحمد العريان بقوله وليه ما فيش سينماات هنا في الخليج كلام ده على فكرة يمكن أواخر التمانينات كانش فيه ولا سينما في دبي فقالي لأن الجمهور الخليجي جمهور محافظ شوية فعايز ما يرداش يدخل بالسيدة وبتاع في قاعة العرب قلت له تم تعمل لهم حاجات تناسبهم تناسب ثقافتهم قلت له يعني فيه قاعة كبيرة للناس العادية وللشباب وكده اللي يقبالوا الفكرة وفيه بنوار زي بنوار المسرح ياخد أسرته معاه ويقعد يتفرج على الفيلم قال لي فكرة هاي بعد سنة كان منفزها الولد ده وطبعا دلوقتي انتشرت دول عرضه وانتشرت حتى لغاية ما تدوب الفوارق بين الرجالة والستات وعادات لغاية ما تتغير هنقدر نعمل حاجات تناسب ثقافات الناس فالريف الأول ممكن يجفوله شوية عن فكرة ارتياد دور العرض بعد كده هتبقى جزء من ثقافتهم صحيح وجزء من حياتهم الحياة فكرة جميلة ولابدنا من دعمها يعني حراكي اشتغلت كمساعد مخرج مع عدد من المخرجين الكبار هل دلوقتي الشباب الصغيرين عندهم نفس هذه الفرصة ده فرصتهم أكتر أولا لأنه المسلسلات ما شاء الله بقت كتير قوي فممكن نشتغل في مسلسلات لحنا نتكلم على السينما السينما بقت قليلة لكن مثلا احنا مع عيسف شهين كان مع 3-4 مصاعدين دلوقتي انت بتلاقي 17 مصاعد فالولاد عندهم فرصة أكبر بالإضافة انه وسيلة يعني الديجيتال بقت أسهل بكتير يعني تعلم الخبرة عن طريق الديجيتال أسهل بكتير من 35 ودوشتها وبعدين الولد نفسه ممكن بموبايل يعمل فيلم وعنده برامج للمونتاج وبرامج للموسيقى ففكرة مجالات الإبداع بالعكس بقت أسهل احنا أنا عشان اشتغل معيسف شهين أخدت يمكن عشرين سنة عشان أقدر أعود في لوكيشن بتاعيسف شهين شغلت مع محمد خان فترة طويلة ومع خيري فيعني كترحلة طويلة جدا من المساعدة هي عيبهم بس دلوقتي انهم مستعجلين قوي لك فيلم مؤخرا اسمه حدثة في اتنين طلعة حرب العنوان شوية غريب شوية غريب وأنا حتى اضطرتك تكتب حدثة في اتنين طلعة حرب الأول كان اسمه اتنين طلعة حرب بس خفت الناس تفتكروا فيلم تسجيلي عن العظيم طلعة حرب إنما هي ده عنوان عمارة بتطلع لمدان التحرير فيها شقة مفروشة بتتأجر في أزمنة مختلفة فأنا حكي أربع حكايات عن أربع أزمنة مختلفة بتمر بها مصر وحكايات بسيطة جدا تتكلم على قصص حب مهضرة كده وكده بس بحاول من خلال القصص دي عبر أزمنة مختلفة ستنات وسبعنات وتسعنات لغاية 2012 إن احنا نحكي نوري الناس مصر يعني احنا طبعا نكتشف إنه كتير من الأجيال الجديدة متعرفش بقولك فيه ناس متعرفش مين جمال عبد الناصر أصلا ولا السادات يعني الولاد دول مغيابة وعيهم مع وسهل التواصل هنردع تاني نقول كتب التاريخ مهمة والفن والسينما والمسرح مهم والكتاب جزء الأولاني عندي أبيض وسود بتكلم على تجربة عبد الناصر بخيرها وشراها من خلال قصة ما لهاش علاقة خالص مباشرة بالموضوع الموضوع الثاني بتكلم على تجربة أنور السادات والثالث بتكلم على تجربة مبارك انتهاءا بيه اللي حصل في يناير التراكم اللي حصل ده عند الشعب المصري مهم أول أن الأجيال الجديدة تعرفوا يعني فالفيلم محاولة بسيطة كده وطبعا في حدود ميزانية القليلة جدا كنت بشتغل فيها أعتقد أنه عمل تأثير كويس أنا كنت لسه في المغرب والناس حبوه قوي في الفيلم هو تم عرضه عن طريق المنصات أنا مش هايزة أقول للأسف عشان بتقول لأنا اللي حقول الحقيقة للأسف ليه منزلش السينما لأنه أنا ساعتها ما كانش عندي فلوس أكمل الفيلم والموزع اقترح علي ده عشان نقدر نسد الديونة لأنه كان أنا كان بالنسبة لي مش مهم أنا أخدش أجر ولا أنا ولا أحمد مجدي اللي هو ابني اللي بشغل معايا ولا على فكرة نجوم كبار ودي فرصة أن أنا حقيهم زي سمير صبري أين خدش مني مليم حضرتك أهديت له هذا الخلم الظبط وهو مخدش مليم ولا ولا أستاذ قبيل حقيقي كان فنان عظيم يعني وعبير صبري الناس دي اشتغلت معايا فور فري يعني لكن كان علي فلوس للعمال ودول ما قدرتش أقول لهم يجملوني وعلي فلوس لناس كتيرة التكنيشنز والناس اللي بشتغلوا وطبعا الماتيريال نفسه فاضطريت إن أنا أخد منهم فلوس اللي تخليني أصفي على قلة مزانية الفيلم يعني بس فهو اتزعف الناس زي ما قلتلك أنا حاس أن الفيلم ده اتوقت يعني مع كل احترامي لمنصات أنا الحقيقة زعلانة أنه هذا الفيلم فعلا ينزل على المنصات وليس في دور العرض السينما يعني عايز أقولك أنا تقريبا بكيت لما الفيلم ده تعرض في المغرب والصالة كلها قامت تحيي الفيلم وحسيت إن أنا كان نفسي إن ده يبقى موجود في طور العرض المصرية والناس تشوف فيلمي وأرجو وطبع المنصات مهمة لأنها برضو بتوري الناس ما عندهاش قدرة تروح السينما ما بتشوفش لكن المفروض تبقى بعد العروض يعني مش بديل للعروض مش بديل والإهداء كان للفنان الكبير أومة اتنين أنا سامير صبري حبيته جدا وطبعا فيه صديق لي عزيز جدا حصلت له حادثة وبدأ يعني يعود في بيتهم والأسف أنا برضو عبر البرنامج بقوله يعني ارجع لنا اللي هو المصور والفنان الكبير طارق التمساني فأنا برضو أهديت الفيلم لطارق لأنه طارق بالنسبة لي صديق عزيز نحن بنحييه طبعا ثنان جميل ومصور عظيم إن شاء الله يبقى جايد إن شاء الله ربنا يشفيه كده ويرجع لنا ويسعدنا بالفن طيب ابنك بقى في هذا الفيلم بيقوم بدور إيه؟ أحد الأدوار يعني هو أربع قصة كل قصة مختلفة بأبطالها وكده فهو بيقوم بأحد الأدوار وهو الشركة بتاعته وهو عامل شركة هي المنتجة للفيلم يعني هي اللي تبهدلت معي في الفيلم فأحمد الحقيقة ممثل كويس طبعا وده مش رأيي أنا بس ده رأيي الناس كلها يعني راضي عنه كخناني لا لا راضي أكثر من راضي أنا بتعلم منه دلوقتي لأنه هو اللي بينتج لي دلوقتي أولا ثانيا هو كمان مخرج كويس وهو عامل فيلم كويس وهو جد يعني اللي خليني حس إن أنا أنجزت الشيء في الدنيا يستاهل إن أنا يعني أما بص الشخص زي أحمد في وسط الأجواء اللي انت كويس عارفها يعني أجواء من الاستسهال والبلادة والسوري يعني والهيافة بحس إن أنا أنجزت في إن أنا أخلي أحمد يبقى مختلف ده شيء جميل آه الحمد لله يعني في النهاية يعني أمنياتك إيه للفن المصري وللسينما وللمسرح يعني حكلك تجربة طويلة بلا حدود أنا شخصيا عندي مشاريع كتير جدا نفسي حققها مشاريع شخصية وأعلم إن مثلي كثيرون عندهم أفكار كتيرة جدا تتحقق للسينما المصرية سواء من جيري اللي أدلوقتي بقى جيل الرواد يعني خلاص كبرنا بقى هنا جيل الرواد لكن الأجيال الصغرى والمتوسطة وشباب السينمائين على فكرة عندهم يعني إيه رأيك بالتحديد في شباب السينمائين حاليا؟ والله ناس كويسة جدا يا دكتور يعني عايز أقولك إنه في إطاقات هيلة جدا على مستوى التمثيل وعلى مستوى التصوير عندنا أحسن تصوير في العالم تقريبا مصورين عندنا هيلين المخرجين كتير جدا كويسين طبعا فيه كتير جدا مش كويسين بس الأكتر منهم كويسين وفيه ممثلين وممثلات طاقات أنا بشوفهم مرة بالصدفة كده يعني بس تخسر اللي هم بيعملوه فلما ده كله يتغير يبقى فيه جرأة شوية في الموضوعات ويبقى فيه تغيير في المتوسط وفيه ميزانية مختلفة وفيه أفلام كتير الأولاد دي هتتفجر طاقتها يعني أنا رأيي أن السينما المصري والفن المصري عموما والآدب المصري والثقافة المصرية لا تعاني من فقر المواهد تعاني من صناعة تحتويها وحد مهم كده يعني حد من ريحة أسامة من ريحة عكاشة سرعة عكاشة وزراء الثقافة العظام دول اللي رجعوا لنا مجد الثقافة المصري طب يعني لو كان الأمر بيدك تعمل إيه؟ لا كتير هي رحلة طويلة أبرز ملامحة أبرز ملامحة أن أولا الدولة تهتم كدولة بالصناعة يعني بمعنى أني عايز عايز تضافر كل الدولة مش أنا الوحدي وعلى فكرة ولا وزارة الثقافة لوحدها ولا أي وزارة لوحدها يعني أن الاقتصاد تبقى معي المالية تبقى معي السياعة تبقى معي الإعلامي تبقى معي يعني بمعنى أن دي مخطط شامل لإنقاذ صناعة كاملة تغيير تشريعات أنا محتاج تغيير تشريعات تطيح انطلاق على مستوى الصناعة على مستوى التكنيك على مستوى الرقار أهم هذه التشريعات لو حضرتك بيدك الأمر أولا حكاية حقوق الملكية الفكرية عشان الناس دي تتطمن عشان تعرف تشتخل حقوق الملكية الفكرية إنشاء دور العرض إعفاء ضريبي لكل مشاريع السينما على الأقل عشر خمستاشر سنة إلى أنت انتعش إن المحافظين إن كل محافظة على الأقل تفتح خمسين در عرض إحنا عندنا كم محافظة؟ خمسة وعشرين سبعة وعشرين أو سبعة وعشرين أعتبرهم تلاتين فخمسة وعشرين يعني حوالي سبعة تلاف وخمسمية در عرض إحنا محتاجينهم لو حتى ألف بدأنا بألف وبعدين زادت الحكام محتاجينهم فأنت محتاجة برضو الهيئات الحكم المحلي تبقى متعاونة فأنت عايزة وزارة مش لها نظام خاص لكن لها زي بورد كده مجتمعة فيه ممثلة فيه كل الوزارات وعندهم سلطات شبه مطلقة للنمود بهذه الصناعة وتحويل وتحويلها إلى شيء مختلف وجديد تحية بنتكلم برضو على السينما بنتكلم على المسرح طبعا أنا بقولك يعني كل هذه الثقافة الجماهيرية كما يقولون هي وحدة وحدة هي وحدة وحدة والاثنين والتلاتة دول بيطعاموا بعض الثقافة والموسيقى والمسرح والأدب والشعر والفن التشكيلي كلها حاجة وحدة كلها حاجة وحدة دي بتغير شكل مجتمع وأنا شايف أن حضرتك يعني شديد الإيمان بالأجال الجديدة في هذه المجالات أنا ما عنديش أي شك إنه هم قادرين أنا بقولك مشكلة مصر كمان اللي يغيزك إن هي اللي تخلق من مواه يعني أنت ما بتشوفي بلاد تانية حتى بلاد متقدمة ما عندهاش مواهب إحنا إحنا ماشيين نتكعبل في مواهب لابد كل التشريعات دي تتغير ويبقى فيه روح عامة توجه عام للنهضر الصناعة دي بشكل مختلف وفي حالة يعني رفضك أو مبلغاتك في القيمة المادية المطلوبة بيتم بناء نفس هذه الأثار في بلاد أخرى وتصور على إنها وده اللي حاصل ده مش لسه هايحصل ده حاصل يعني إحنا عندنا بقولك في البلاد دي بيدوهم أنا شوفت في المغرب وهو خارجين بياخدوا بياخدوا فلوس زي القيمة المضافة كده وبدأت تتنفس في مصر على فكرة يعني مثلا السياح اللي بيشتروا بضايع بيرجعوا لهم القيمة المضافة فأنت محتاجة هنا إن كنتي لا يبقى فيه إدراك أنا عايز أقولك على حاجة أنا نفسي مثلا من مشروع من مشاريعي اللي بحلم بها يعني يبقى فيه أرشيف قومي للسينما المصري وبعنا الأفلام ومع ذلك فيه فرصة لاستعادة الحقيقة هي كانت غلطة كبير وفيه فرصة لاستعادتها كيف؟ فيه قرار سيادي يقدر يستعيد الأعمال دي وإن إحنا نرجحها للعرض غير التجاري وللمصريين يشوفوها بلا تكلفة ونرممها يعني هذه فكرة جيدة فعلا لو نجح يعني هنحسن الجزء من تراثنا بيرجع لنا طبعا والتراث اللي جاي وعندنا تراث لسه ما اتخدش عندنا تراث في لو أنت فكرة جريت مصر الناطقة عرفت أن الدكتور رشوان بيحاول يعمل ده دلوقتي يحاول يجدد الماتيريال ده ويحوله إلى شرايط وكده لكن ده محتاج يبقى فيه مشروع قومي للأرشيف القومي للسينما وللسينماتيك ناس تقدر تقول أنا عايز أشوف أفلام ستنات فيقدر يعرف منها شكل الملابس شكل الشوارع شكل البيوت يعني التاريخ مصور طبعا موجود ولازم يكون موجود في أي بلد في العالم عايز يقولك بس حاجة مؤسفة عشان تقولك شكل التحديات المطلوبة احنا عادنا من زمان بالناضل على على المشروع بتاع الأرشيف من زمان جدا أخيرا كنا أيام قبل يناير بشوية كده خدنا موفقات أن احنا أصر الأمير توصن أصر مجهول لكنه جميل جدا في شبرة وقلنا ناخده نعمل فيه الأرشيف وجات السينما تيك الفرنسي عين ورفعوا المقاسات وعملوا التصميم المعماري ودافعوا 250 ألف يورو بداية عشان نبتدي نحرك بها المشروع وقف كل ده و250 ألف يورو اتسحبوا لأنهم لم يستخدموا يعني المشروع موجود والتكلفته موجودة كل حاجة موجودة ما الذي أوقفه ونقدر نعمله في المدينة الإدارية الجديدة نقدر نعمله في مدينة فنون عظيمة نقدر نعمله هناك لكن اللي حصل أنا أقولك مثلا الحاجة مؤسفة جدا نبدون أسماء احنا رحنا للوزير السيقاف بنقوله فيه قرار من رئيس الوزر أو من وزير مش عارف مين كان مسؤول ساعتها أن احنا ناخد أصل أمير توصن وهو كان وزير السياحة قال طب خليه الدهولكم كده فأنا عشان كده بقولك أن لازم كل الوزرات تبقى عندها يعني المحتوى ده المعنى ده الموقف ده من الثقافة إنما طول ما احنا بنبص للثقافة والفن على أنها موضوع رفاهية وأنه موضوع تافي وأنه موضوع جانبي وأنه موضوع ملوش أولوية دلوقتي لا بأولوية جدا هل في مبادرات مثلا من جموع الفنانين وحضرتك واحد منهم للتقدم مثلا لوزارة الثقافة حاليا بهذا المشروع أنا كنت عوده في مجلس الأعلى الثقافة فترة طويلة جدا في عوده في لجنة السينما وقدمنا المشروع ده أكتر من مرة وموجود على فكرة بالتفصيل وموجود طريقة كمان للتعبير فأنه نقدمه من جديد يعني يعني يريد أنا بس بقولك أن أنا في الآخر بنا أصطدم بحاجات برقبطية هي عايزة قرار يعني من يعني من مباشر يعني سيادي يعني بمعنى أنه الحكاية مش سهلة يعني فعلا أنه ما بنخش في التفاصيل بنلاقي كل حاجة وقفت فجأة دون أن تعريف السبب لوقوف الحاجات فهي عايزة وعي علوي كده يحرك المسائل زي ما حركت كل الحاجات الكبرى اللي بتحسن في الوطن يعني هذا مشروع واضح أنه يعني تفاصيله موجودة ومن مجتم بيه موجود موجود ويعني مجلس الأعلى الثقافة دكتور وأنت برضو كنت أكيد يعني مجلس الأعلى الثقافة كانت فكرته في الأول إيه أول ما أنشأ المجلس الأعلى الثقافة كان فكرته أنه ده عقل وزارة الثقافة يعني حتى كان فيه فكرة لإلغاء وزارة الثقافة تحولها إلى وزارة الدولة وأنه ده يبقى هو العقل اللي بيفكر وعلى الوزارة أن تنفذ لا إن شاء الله نرجو أن يتغير الحال طبعا لصالح ليس السينما فقط ولا المصرح في مصر لكن كل الفنون لأنه يعني مصر بدون فنون هتخسر كثير الحقيقة يا رب شكرا جزيلا مرسي خالد شكرا في الختام أشكر ضيفي الكبير المخرج مجدي أحمد علي ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في حديث جديد من مصر موسيقى 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 موسيقى